الحمد لله رب العالمين ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد الذي يجمعني بكم على مائدة كتاب الله تبارك وتعالى في مجالسنا الموصومة بتأملات في آيات في مجلسنا السبعين بعد المئة الخامسة والألف وهو عين مجلس السادس والخمسون بعد المئتين من مجالس زدة التأويل الأثري من مختارات الإمام الطبري رحمه الله تعالى ومع الجزء الثالث والأخير من الآية الواحدة والثمانين في قوله تبارك وتعالى عن أصحابي السيئة وهي الشرك والخطيئة وهي الشرك وما دونه إن لم يتب منه صاحبه فأولئك أصحاب النار فيها خالدون ونحن نقرأ من الجزء الثاني من نسخة جامع تأويل البيان من طبع الدار هجر من الصفحة الخامسة والثمانين بعد المئة إلى الصفحة السادسة والثمانين بعد المئة لمن يتابعنا بالكتاب حيث قال الإمام أبو جعفر رحمه الله تعالى القول في تأويل قوله تعالى فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ثم قال رحمه الله تعالى يعني بقليف أولئك اسم الإشارة هذا الذي في الآية فأولئك الذين كفوا السيئات وأحاطت بهم خطيئاتهم أصحاب النار هم فيها خالدون ثم بين معنى أصحاب النار فقال ويعني بقوله جل ثنأه أصحاب النار أي أهل النار أو أهل النار وإنما جعلهم لها أصحابا لإثارهم في حياتهم والدنيا ما يوردهموها ويوردهم سعيرها على الأعمال التي توردهم الجنة فجعلهم جل ذكره بإيثار أسبابها على أسباب الجنة جعلهم لها أصحابا كصاحب الرجل الذي يصاحبه مؤثرا صحبته على صحبة غيره حتى يعرف به فصاروا يعرفون بالنار فصاروا أصحابا لها هم أهلها يقال فلان صاحب فلان يعرف به ولذلك قال القائل عن المرء لا تسل وسل عن قريره فإن القرين بالمقارنة يقتدي يعرف الرجل بصاحبه قل لي من تصاحب أقول لك من أنت فالله عز وجل وصفهم أنهم أصحاب النار هم فيها خالدون يعني في نار جهنم مقيمون فالخالدون بمعنى المقيمون المقيمون الذين لا يبغون عنها حولا لا يتحولون عنها أبدا ثم ساق بسنده رحمه الله تعالى عن ابن عباس في قوله عز وجل هم فيها خالدون قال ابن عباس أي خالدون أبدا ثم ساق بسنده عن السدي عن السدي في قوله عز وجل هم فيها خالدون قال لا يخرجون منها أبدا مقيمون لا يخرجون منها أبدا أما المفاهيم والزبدة والخلاصة من هذا الجزء من الآية أولا أشار أبو جعفر أن كلمة فأولئك هي إشارة إلى الذين كسبوا السيئات وأحاطت بهم خطيئاتهم ثانيا أول أبو جعفر عبارة أصحاب النار أي المؤثرين لأعمال أهل النار على أعمال أهل الجنة حتى صاروا مصاحبين لها وملازمين لها كما يصير الصاحب ملازما لصاحبه ثالثا بيّن أبو جعفر أن الخلود هو الإقامة الدائمة الأبدية مقيمون رابعا أكد أبو جعفر ذلك المعنى بما نقله عن ابن عباس وعن السدي في أثرين مسندين إليهما طبعا ابن عباس الصحابي الجليل والسدي من أهل الكوفة من أينمة التفسير في زمنه وقد روي عنه تفسير مسند تابعه أبو جعفر رحمة الله عليه من أول المصحف إلى آخره فهو له تفسير مسند من أبي جعفر إليه وهذا السدي ابن عباس غني عن التعريف لأننا لا ننشغل بالتعريف بالصحابة رضي الله تعالى عنهم ولكن نعرف بمن دونهم فالسدي صاحب التفسير الذي نقل عنه تابعه أبو جعفر طبعا كان هو وأبوه من قبله من أهل التفسير وقيل له السدي لأنه كان في سدة مسجد الكوفة الجانة اسمه السدي هذا اسمه إسماعيل ابن عبد الرحمن ابن أبي كريمة القرش المولاه من السدي الأعبر أبو محمد الكوفي كان بياع في سدة باب الجامع بالكوفة السدة هي مثل هذه الدرجات التي تكون على أبواب المساجد الآن لو فتحت المسجد وخرجت من هنا تجد درجة هذه تسمى إيش؟ السدة فهو كان يجلس على هذه السدة يبيع يسترزق من ذلك ومع هذا فهو من أئمة أهل التفسير وله تفسير كامل من أول المصحف إلى آخره فسمي السدي وهو السدي الكبير سنجد في التفسير أكثر من سدي أبوه كان يفسر القرآن عبد الرحمن بن أبي كريمة ونسيبه صهره كان يفسر أما هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة فهو السدي الكبير صاحب التفسير تابعي كبير رأى الحسن بن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وأبا سعيد الخدري وأبا هريرة هؤلاء الصحابة الذين رأاهم السدي الحسن عبد الله بن عمر وأبا سعيد وأبا هريرة ولكن روى عن من عن ابن عباس ولم يروي عنهم عن هؤلاء الأربع وإنما روى عن ابن عباس وتوفي رحمه الله تعالى سنة سبع وعشرين ومئة وهو من الرابع صدوق يهم ورمي بالتشيع وفي التفسير لا إشكال فيه روى له مسلم والأربعة أصحاب السنن أبو داود والترمذي والنسائي 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 للإمام الطبري وممن يؤرب بالسد أيضا كما قلنا والده عبد الرحمن بن أبي كريم وكان مفسرا ونسيب السد وإسمه وإسمه إسماعيل هذا إسمه إسماعيل بن عبد الرحمن نسيبه هذا من طبق الصغار أثباع التابعي شيخ الطبري توفي يوم السبت لأربع ليالي خلون من الشعبان سنة 45 ومئة لاحظوا فإن رارق بينهم في الوفاة حوالي 22 سنة عفوا 22 ومئة سنة لأنه توفي سنة 45 ومئتين وهو من العاشرة هذاك من الرابعة بينهم ست طبقات صدوق يخطئ أنكروا عليه الغلوة في التشيع والرفض وشتمه السلف أما السد الكبير ما كان يا رب بجتم السلف وأما في الرواية فقد احتمله الناس ورووا عنه روى عنه الطبري 41 رواية عن 18 شيخا بينما السد الكبير مروي عنه ألاف الروايات عرفتم الفرق بين الصغير والكبير بينهما 22 سنة في الوفاة هذا من الطبق العاشرة ذاك من الطبق الرابعة هذا من متأخرين شيخ الإمام الطبري مباشر وذاك تابعي روى عن ابن عباس مباشرة ذا هذا كان شيعي يصب بالسلف لكن احتملوا روايته أما الأول لم يكن كذلك كان فيه تشعيع هناك فرق بين ما نقول كان شيعيا وبين ما نقول فيه تشعيع وهذا روى له البخاري في عمل في خلق أفعال العباد وروى له أبو داود والترمذي وابن ماجه وروى عنه الطبري في التفسير وفي التاريخ وفي تهذيب الآثار في جزئيه القديم والحديث الذي فيه مصنى الطلحة وغيره إذن بارك الله فيكم هذا ما يتعلق بهذا الجزء الأخير من قوله عز وجل بلى من كسب سيئة وحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون نكمل إن شاء الله في مجلس قادم والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون نتعرف فيها على المعنى الذي أراده أبو جعفر وعلى بعض ما يتعلق بالرواة الذين روى عنهم حتى يحين هذا الموعد استودعكم الله الذي لا تضيع وداعه سبحانك الله ومحنك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر